الأسبوع القبل اللي فات أنا كنت موجود في مدينة سلام شرم الشيخ وفي الحقيقة يمكن منها كنت سعيد أول ما نزلت سوه سكوير هناك شفت يعني حالة عاوز أقولك تخليك تدعو للفرحة وتدعو للبهجة كل الجنسيات اللي موجودة من السياحة موجودة في شرم الشيخ وبالمثل أيضا موجود واللي أنا عرفته يعني من خلال إجراء عدم تلفية إن برضو كذلك الأمر في البحر الأحمر في الغرداء في كل بص المحافظات اللي لها طابع سياحي مليئة بالسياحة فده أو مليئة بالسياح وده بيأكد حاجة واحدة بيأكد إن فيه مجهود كبير أو يحصل في قطاع السياحة الفترة اللي فاتت وكان نتيجة هذا الجهود إن مصر قدرت اللي هي تستقبل في الخمس شهور اللي فاتوا أكتر من سبعة مليون سايح وفي شهر إبريل لوحده يمكن استقبلنا تقريبا بنكلم في مليون وثلاثمائة وخمسين ألف سايح وده أكبر معدل سياحي يمكن يحصل فيه تاريخ مصر لو فكرة يعني من سنين فاتت كده كنا بننزل مدينة السلام من 3 أو 4 سنة كان بيبقى فيه نوع من أنواع الرقود كان البايعين هناك بيعانوا النهاردة بقى عندنا انتعاش كان فيه حتى مبادرات كتير بتدعو لدعم البايعين هناك لأن كان فعلا الإجارات هم مش قادرين يسددوها من كتر ما كان فيه سوقياح موجودين في الفترة دي يمكن الوضع الأمني بعدها كورونا وكان فيه مغبطة كتيرة جدا أو فيه يعني ما كانش فترة استقرار بالنسبة للسياحة لكن أعتقد أن فيه تطور كبير في الحركة السياسية في مصر وده نتيجة حزمة قرارات اشتغلت عليها الدولة الفترة اللي فاتت زي مثلا توسع في إصدار تأشيرات للأجانب بالتعاون مع شركات طيران في أنهم يعملوا حملات تسويقية لمصر أن يحصل تحفيز لشركات طيران اللي ممكن ده يقدر يخدم أو يساعد أو يدعم احتياجات القطاع السياحي خلينا طيب نشوف تقرير عن الوضع السياحي وحزمة القرارات اللي دعمت في تغيير الوضع السياحي ونرجع تاني نكمل الحلقة طفرة غير مسبوقة شهدتها السياحة المصرية خلال الشهور القليلة الماضية حيث استقبلت مصر مليون وثلاثمائة وخمسين ألف سائح في شهر إبريل وفي الخمسة شهور الأولى من العام الجاري وصل عدد السائحين إلى سبعة ملايين سائح وتستهدف الدولة استقبال خمسة عشر مليون سائح خلال العام الجاري وعشرين مليون سائح العام المقبل هذه الأرقام والإحصائيات كشفت عن حجم الجهد المبذول من جانب الدولة للارتقاء بملف السياحة المصري فقد قدمت الحكومة خلال الفترة الأخيرة مجموعة من التيسيرات التي انعكست على تحسن مؤشرات السياحة منها التوسع في إصدار التأشيرات للأجانب والتعاون مع شركات الطيران في إجراء حملات تسويقية لمصر وتحفيز شركات الطيران بما يخدم احتياجات القطاع السياحي الحركة السياحية في مصر تطورت نتيجة عدة مميزات أولها موقع مصر الجغرافي المميز وتمتعها بالأمن والاستقرار ومقاصدها السياحية المتنوعة ما بين شاطئية وثقافية فضلاً عن امتلاك مصر شبكة طرق على أعلى مستوى تسهل انتقال السائحين بين المقاصد السياحية بالإضافة إلى الخدمات الفندقية والسياحية التي أشاد بها العالم خلال السنوات القليلة الماضية اشتركوا في القناة